السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مع عيلة كرة سبورت في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة معكم محمد رفعت حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن كل اخبار النادي الاهلي هنتكلم عن مخطط الكافوي الكابتل محمود وخطيب يطلب مراقبة دولية من الفيفا كمان هنتكلم عن حرب برامدز على النادي الاهلي وتفاصيل الصفقة التبادلية بين الاهلي والاسماعيلي والمهاجم الاجناب الجديد بطلب بيتسو موسماني لكن في البداية هنبدأ الحلقة زي ما احنا متعودين بالصراع سيدنا محمد عليها في الصلاة والسلام في الكومنتات كمانات العدوز لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جراز التنبيهات عشو بصيرك شعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة وطعا نبدأ حلقتنا سريعا من اخبار النادي الاهلي مؤمن زكريا يسلم النادي الاهلي درع الدوري النهاردة في احتفالية التطويق بالدوري الاتنين واربعين في تاريخ النادي الاهلي ووادي ديجلا يرفض التعاقد مع اليوباجي ووادي ديجلا رفض التعاقد ورفض عرض مسؤولي النادي الاه الاهلي لانه يكون اليوباجي ديمن صفقة احمد رمضان بيقهم نادي ووادي ديجلا طلب التعاقد مع اتنين لعيبة شباب من النادي الاهلي ورفضوا دخول اليوباجي ديمن صفقة احمد رمضان من لوجة نظرهم ان اللاعب مستوى الفني لا يليد بنادي وادي ديجلا صفقة احمد رمضان بيقهم كلفة النادي الاهلي اتناشر مليون جنيه واتنين اعارة من لعب النادي الاهلي الشباب كمان الكابتن محمود الخطيب او النادي الاهلي والتصرفات ممضوح ايد مدير التنفيذ لنادي بيرام بتفضح نفسه. الراجل كان عايزين يتعاقده مع ايوب الكعبي. وايوب الكعبي كان وقع رسميا في نادي البرمج وكان في كلام بين ايوب الكعب وبين النادي الاهلي اللعب كان فري واللعب كان حر ونادق. كان شاف على صفقة سهلة من وجهة نظر النادي الاهلي. بعد كده النادي هاتراجع عن الصفقة فبالتالي النادي البرمج تراجع عن الصفقة. ليه؟ الله اعلم. كمان النادي الاهلي كان قب Pokeوسين او ادنى من التعاقد مع محمد ابراهيم صانع العيب نادي مصر مقصة واللعب كان موقع مع النادي الاهلي وفجأة النادي الاهلي غير وجهة ناظر وعادي جدا بيت سمس ماني قال انا عندي ناصر ماهر وناصر ماهر من وجهة ناظره افضل من محمد ابراهيم نتفاجئ اني نادي ببرامج يتنازل او يصرف النظر عن صفقة محمد ابراهيم ليه برضو الله اعلم اللعب كان خلاص رايح نادي ببرامج دلوقتي اللعب في كلام بينه وبين اتحاد سكندري ويبدو اني نادي ببرامج متعاقدش مع اي لاعب غير لو نادي الاهلي عايزه حتى لو النادي الاهلي كان عايزه وصرف النظر عنه فنادي ببرامج بيصرف النظر عن اللعب ما تفهمش هو انتو مش مفروض كنادي اي نادي في العالم بيختار اللعب وفقا لاحتاجاته الفنية مش وفقا لاحتاجات الفنية للنادي الاخر انت بتتعاقد مع لعيبة وفقا لاحتاجات النادي الاهلي الفنية لما النادي الاهلي ايضا 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 ايض حراس المرمى في نادي الودات. كمان النادي الاهلي حاليا بيدرس انه هو يعير فريق اه تسعة تسعين بالكامل لاحد الاندية في الدور المصري. كمان طلعوا على الجيش النهاردة هيعمل ممارة اشارة في النادي الاهلي لتكريم النادي الاهلي في مباراة تاتويك بالدور الاتين واربعين. كمان النادي الاهلي تراجع رسميا عن التعاقد مع يوسف بلاي للعب الجزائري. بسبب راتب اللاعب الاعلى من سقف الرواتب داخل النادي الاهلي. كمان رينيف فايلر يحرج مسؤولي نادي البرامج. رجل رفض تدريب النادي. وقال له انا كنت مدرب النادي الافضل في افراقيا. ازاي دلوقتي بعد ما سبت النادي الاهلي وكنت مدير الفني للنادي القرن في افراقيا. هيجي اهدرب نادي تاني في مصر. وانا مش سبت مصر فعلا عشان مشاكل اسرية مش اكتر من كده. ففي الوقت الحالي انا مستحيل ارجع مصر وانا لو رجعت مصر هيكون عايز ادرب النادي الاهلي مرة تانية. كمان تقارير صحفية مغربية ردوان جيد. الحاكم المغربي هو حكم مباراة النهائي دور ابطالة الفراقيا. فحال تأهل نادي الزمالك الى المباراة النهائية. كمان النادي الرجاء عن انتقال بدر بانون للنادي الاهلي ليس حتى الان هناك شيء رسمي. واللعب هدفه الوصول لنهائي دور ابطالة الفراقيا. لكن صفقة بدر بانون صفقة انتهت خلاص بشكل رسمي النادي الاهلي والاعلان بعد نهائي دور ابطالة الفراقيا كمان الاسماعيلي. والنادي الاهلي في كلام النادي الاهلي بعد عرض رسمي النادي الاسماعيلي انه يكون في صفقة تبدلية النادي الاهلي عايز باهر محمدي وعايزين عبد الرحمن مجدي وبيعرضوا اليوب بجع النادي الاسماعيلي انتوا عايزين مهاجم واحنا عايزين مدافع وعايزين باكيمين. ناخد اللي احنا عايزينه وانتو خدوا اللي انتو عايزينه. وهيكون فيه مقابل مادي من النادي الاهلي هيدفعه ضمن الصفقة. كمان اميرنا عمر النهاردة هيدير حكم لقاء آآ هيدير اسف آآ مباراة طلاق الجيش. وكمان جهات جريشة هيكون حكم ليه مباراة المقاولين والنادي برامد. بالنسبة لمصير آآ رامي ربيعة وهل هيلحق نهائي افريقيا ولا فالدكتور خياد محمود اكد ان رامي ربيعة حاليا اصبح آآ جاهز بنسبة تسعين في المية للمباراة حاليا الراجل بيخضع ليه برنامج تأهيلي مش اكتر ونسبة شفاءه خلاص عمل اشعة والموضوع انتهى وهيكون جاهز لتدريبات الجماعية قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. كمان تشكيل النادي الاهلي النهاردة المتوقع لمباراة طلاق الجيش هيكون في حراس مرمى علي لطفي وخط الدفاع هيكون محمود وحيد وايمن اشرف واحمد فتح وياسر ابراهيم خط الوسط العربي بدر واليو ديانج وسلاسي خلف رأس الحربة احمد الشيخ وكهربا وليد سلمان ويه اليو باجي رأس حربة وحيد للنادي الاهلي. كمان النادي الاهلي ودارة النادي الاهلي بتطلب من ادارة تعقودات في النادي الاهلي سرعة تسويق السنائي جرالدو باجي محليا. كمان لعيب النادي الاهلي هنضموا ليه معسكر منتخب يوم تلاتة نوفمبر ان شاء الله. كمان تونس وانجولا ومالي بيطلبوا سلاس النادي الاهلي. طبعا تونس بتطلب علي معلول. مالي بتطلب ديانج. انجولا بتطلب اه جرالدو داكوستا. كمان النادي الاهلي يطلب لجنة مراقبة دولية من الفيفا على حكام مباراة انهي. النادي الاهلي عايز ينهي الموضوع وانهي الجدل. وانهي التخبط والفساد اللي احنا بنشوفه في الاتحاد الافريكي مؤخرا. هو بيطلب لجنة من اه الفيفا انها ترائب حكام مباراة نهائي دولة افريكية. سواء بقى الزمالك وسل الرجاء وسل. النادي الاهلي اقترب جدا من حسم صفقة مهاجم افريكي باختيار بيت سو موسيماني. الراجل شايف ان في مهاجم في القلق افريكية مش هنقول اسمه. علشان طبعا انتم عارفين ان في ان دي او ما بتسمع اي اسم النادي اهلي بتفاوض معي بروح يتفاوض معي. حتى لو كان النادي اهلي بتفاوضش معا مجرد مسلا تقارير صحفية كان فيها بعض الاجتهاد فهتلاقي النادي برامد تدخل في الصفقة فاحنا مش هنقول اسم المهاجم ولا بلعب في اي دوري في افريقيا. احنا بقول لك ان في مهاجم النادي اهلي اقترب جدا من التعاقد معي وبيتفاوض معي وباقي يعني تفاصيل قليلة جدا واللعب ينضم النادي الاهلي واللعب ده بطلب واختيار من بيت سو موسيماني واللعب قرب جدا من النادي الاهلي. كمان اللعب عنده عروض احتراف كتير جدا في فترة الاخيرة. عنده عروض احتراف من دور الفرنسي والإيطالي والانجليزي. وحاليا مسؤول النادي الاهلي بيرفضوا تماما التفريط في اليو ديانج. وشايفين اليو ديانج لو استمر مع نادي الاهلي موسيم كمان هيعلى اكتر من كده. وكمان الاهلي حاليا اتفق مع اليو ديانج على زيادة عقد اللعب. اللعب هيتم زيادة عقده وتعديل عقده. واللعب هياخد ستمائة الف دولار في الموسم مع النادي الاهلي علشان ما يبقاش فيه تشتيت للزهن بعروض اللي بتوصل ليه الفترة الاخيرة. كمان رئيس نادي طنطا وآآ الكابتر ريد عبدالعال مش عايزين يهبطه. مش عايزين ينزلوا دور الدرجة التانية. لان ليه بقى? لان الكابتر ريد عبدالعال جوارديولا الهقس. جوارديولا العبط. جوارديولا الكلام الفواضي. شايف ان هو لعب ماتش كويس جدا قدام. ان بيبطلع يقول لك ازاي نادي طنطا بيلعب الكورة الجميلة دي. ويهبط للدور الدرجة التانية. ده وجهة نظر الكابتر ريد عبدالعال. فيطلبوا نوزير الشاب ورياضة انهو يتدخل علشاني ت scrolling. بيطلبوا انهو الدخل عشانيه بوز الرياضة في مصر. يطلبوا عندسل project عشان يعمل دور مجموعتين. ليه بقى دور مجموعتين? انت ما تفهمش. لان في نادي مسئولين عندهم مشاكل عقلية. في مدير فني عنده هكس. بيحب الهكس. بيحب الي لغ 때문에. بيحب الجيهة الاعلامي. وكل مدير فني يطلع بليل يتكلم على الاندere التانية. ما تفهمش. هو ده بيشتغل ايه بالزبط? الراجل عايز ان هو يلغو الهبوط علشان يستمر في الدور المصر يقول لك جوارديولا انا جوارديولا الدور المصر. جوارديولا اللي بقى ما تفهمش لان هو هجاز زيادة عن اللزوم فالناس بتحب يتفرج عليها عشان تضحك فالراجل خد مقلب في نفسه وعايز يلغو الهبوط وبيعمل مشكلة مع اتحاد القرى وبيعمل مشكلة مع وزير الشباب ورياضة لكن اعتقد ان ما فيش حاجة اسمها إلغاء هبوط او دوري مجموعتين مرة تانية كيتمرة وحصلت وشفنا تجربة من اسوأ التجارب اللي احنا مارينا بها في بطولة الدوري فمش هيجي نادي ملوش يعني تأثير في بطولة الدوري ويبوز الدوري ويبوز الرياضة في مصر. فاللي بيحصل في الدوري في الوقت الحالي فكروا بنكو تطوروه مش تبوزوه اكتر ما هو بقى بايز. كمان مدير الفني نادي الزمالك باتشيكو بيطلب التعاقد مع آآ مساكو بيطلب مع مهاجم اجنبي من ادارة نادي الزمالك والزمالك حاليا بنتظر عروض رسمية وبيحاول يسوقه محمد عواد في الخليج وفي السعودية علشان يخلصوا من موضوع راتب محمد عواد. عقد محمد عواد مع نادي الزمالك تمانين مليون جنيه بدون بند نسبة مشاركة. يعني لو راجل في دل قاعد عددك المدى الحياة لغاية نهاية عقده هياخد تمانين مليون جنيه هيخدهم هيخدهم من نادي الزمالك. نادي زمالك عايز يخلص عندي حارس تالت بياخد تمانين مليون جنيه. يعني لو عايز تكلم عن اهدار المال العام فاشوف موضوع محمد عواد بس كافي. انه يقول لك ازاي في اهدار المال العام في نادي الزمالك. كمان الزمالك بيفاود كريم العراقي وايزي اميكا من نادي المصري بور سعيدة واحمد موسى لاعب النصر السعودي بينفي ان في اي تفاوت بينه بين نادي الزمالك المصري. وده طبعا حاجة متوقعة. هو اعلامي او صحفي. سعودي ما تعرفش هو شغال الفين. يعني راجل كتب تويتها ان فيه تفاوت بين احمد موسى وبين الزمالك. فالصحافة المصرية كلها نقلت عنه. وقال لك ان فيه كلام بين احمد موسى وبين الزمالك. والكلام ده مش حقيقي. احمد موسى بياخد ساعتاشر مليون يورو في الموسم يعني. يعني اه. الراتب بتاع قد فريق نازي الزمالك كله. فما اعتقدش ان فيه كلامه. وراجل تليه عنافة. والموضوع انتهى وبكده يكون وسيلا نهاية اخبارنا وانت حلقتنا اشوفكم فيديو جديد واخبار جيدا ان شاء الله.